السلام عليكم حل التمرين 24 صفحة 151 قلنا من درس الدائرة قلنا أرسم دائرة بواسطة قطعة نقدية يعني لماذا قلنا قطعة نقدية باش ما ندرواش بالبركر ونحدد المركز بواسطة قطعة نقدية ثم أحدد مركز هذه الدائرة باستعمال المسترة والبركر معللا جوابك في التمرين كنا أخذ منها في التمرين 12 قبل حتى التمرين 10 عرفنا أن مركز دائرة المحيطة بالمثلس هي نقطة صلاقي الواسطة من هذا المثلس أو لواسطة القطع الذي يمثلنا هذا المثلس ماذا نحاول نديره؟ نحاول نديره ثلاثة نقطة A B وال C ثلاثة نقطة من هذه الدائرة بواسطة المسترة سوف نحدد سوف نرسم المثلة A B C سوف نرسم المثلة A B C ثم بواسطة البركر سوف نقوم بواسطة قطع A B C و B C سوف نقوم بواسطة A B C ثم بواسطة القطع سوف نقوم بواسطة القطعة A ثم نقوم بواسطة القطعة A بواسطة القطعة A أخير نقوم بواسطة بواسطة القطعة A B C هناك الزوية القائمة ثم نقوم بواسطة وهو واسط القطعة سئة واسط القطعة سئة هذا هو المستقيم لأن هناك زاوية قائمة هذه النقطة هي قطعة نرى دائرة المحيطة بالمثلة نعلم حسب التمرين 10 أو التمرين أو التمرين 12 أن واسطة المثلة تصلاق في نقطة واحدة وهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلة وبهذا سألنا التمرين 24 صفحة 251 لو لديه سؤال أو استفسار يخلينا في الكومنتر